اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الأفاضل أنتم معنا في برنامج الفريق الدولي كنا نتحدث عن نادي بوريسيا دورتموند ومدافعه الجزائري رامي بن سبعيني محللنا أمين عودية كالله المديح وقال بأنه مدافع في المستوى يملك إمكانيات كبيرة وبإمكانه تقديم الأفضل في قادم المباريات لكن صحيفة بيل الألمانية الشهيرة لها رأي آخر حيث قالت وكتبت هذا الأسبوع بأن بوريسيا دورتموند ليس مقتنعا بإمكانيات رامي بن سبعيني وذهبت إلى حد القول بأن النادي ندم على صفقة رامي بن سبعيني رغم أنها كانت صفقة مجانية وقالت بأنه إذا لم يقدم مباريات أفضل في قادم المواعيد فإن النادي يفكر بجدية في تدعيم هذا المركز يعني إنهالت عليه بسيل من الانتقادات هل تراها منطقية وكيف تفسرها محمد كرة القدم أحاسيس داخل المستطيل الأخضر رامي بن سبعيني رأيناه في كم من مرة لما يأتي إلى المنتخب الوطني يلعب في عمق دفاع الملعب وفي بوريسيا دورتموند يلعب على الجهة اليسار ممكن أنه هذا ما أثر سلبا على مردوده كمدافع أيصر لأن المردود كمدافع أيصر محمد يختلف كثيرا على اللاعب لما يكون في وسط دفاع أو في عمق ملعب رامي بن سبعيني أحسن نسخة له كان في فريق مونشنغلاد باخ كم سجل من هدف ورأيناه كم قدم من تمرين حاسيمة وكان أكل الجهة اليسرى كلها ضد كل الفرق الألمانية سواء كان باير مونخ سجل على الباير سجل على بوريسيا دورتموند هل انتقادات صحيفة وردقية؟ ربما تكون انتقادات لدفع أكثر رامي بن سبعيني لأنه يعتبر قيمة تابتة كمدافع أيصر ببروفايل مميز يستبق يقرأ اللعب عنده توزيعات يلعب باليومنا وباليسر بصراحة هل أقناعك الآن بن سبعيني بعد ثمن مباريات؟ كمدافع أيصر ليس ذلك رامي بن سبعيني كما كان عليه في مونشق لطبخ نسمي الأسماء بمساميات يا محمد محمد لهذا طرحت عليك مشكلة لعبه في وسط دفاع ممكن أنه يخدم الناخب الوطني ويخدم المنتخب الوطني ويخدمنا نحن أيضا ولكن لا يخدم منصبه كلاعب في فريق بوريسيا دورتموند هنا الإشكال الموجود نستمع للاقة الشعيد نشاطره في جزء وجزء لا أقول ما شاطرش آمين نعم لما تكلموا على رامي بن سبعيني أولا نشاطره لما قال تغييرات المناصب ديله راح تدبه نعم لن تركز وذا شفناه مع أبو داوي لما كيلاء معني نسوف المنتخب الوطني لو نقولوا شيئا للورا المقابلة تعامين تعالبي أجي مع دورتموند بكرها في البارك دي برنس وين بن سبعيني كان غايد ملعبش المقابلة ديك تلقاوش هاي ثلاثة مقابلة صفر لما أظن ميدو يعني كانت خلت تغرق ديلا لما ملعبش رامي بن سبعيني اليوم لما تقول لي تسجل أهداف مع مونشان قلاتباخ نقول لك أوكي شوف هناك تنشيط تعامل مونشان قلاتباخ وتع دورتموند ليس نفس الشيء إذا كان تحسب رامي بن سبعيني في الدفاع نظن بلو يقدم الدور ولكن التنشيط الهجومي شوف أنت مع المدرب ديلك نعم هل يواجه رامي بن سبعيني مصيرا مجهولا الآن في بوليسيا دورتموند وهل كان سلفه رفايل غيريرو أفضل منها شوف ما صار حوله المركز الثاني جاء بقبلها لغيريرو غيريرو هجوميا كان أفضل عنده جودة أفضل جودة بسيبالا مام كاليتي مجنوش نفس البروفيل بن سبعيني مدافع مكون كمدافع أيسر مدافع محوار رفايل غيريرو يستطيع أن يلعب ظاهر وجانح في نفس الوقت ولو أنه انتقاله إلى باير مينيق جعله مجرد احتياطي فوق العادة لديفيس لا يلعب كثيرا مع ديففيس منذ بداية الموسم غيريرو لكن رامي بن سبعيني في الجانب الآخر يعيش حملة انتقاد ربما لأسباب قد تكون خارج عنه تأكد قدم من طرف صحيفة بيلد لأنه لا أعتقد بأنه رامي بذلك السوء أو بوريسا دورتموند يحمل رامي وزر أنه اللاعب ربما هوما حبوا يصوره أنه اللاعب الناقص قاع في الفريق في الجانب الدفاع يعني في الرباعي بيلد حب تتصوره وكانه بن سبعيني هو أضعف من بين الأربعة لكن لا شوف كوارث اللي يرتكبها هوملز شوف شو الأخطاء اللي ديرها في محور الدفاع الظاهر الأيمن لنادي بوريسا دورتموند ما راهوش أفضل من رامي بن سبعيني بالنظر للأداء اللي يقدمه رامي يقدم فيه أداء في المستوى كظاهر أيصر فريق بوريسا دورتموند ليس برشلونة وليس مونشستر سيتي حتى أنه لم يفوز بالدوري الألماني منذ مدة طويلة لذلك أتعقد بأنه الانتقادات التي كانتها صحيفة بيلد لرامي بن سبعيني هي ما عندهاش علاقة 100% بكورت القدم لأنه لا يوجد فارق يلعب لعب كأساسي منذ بداية الموسم وهو كارثي لو كان كارثي لا تحول إلى كل سبح نعم تحليل منطقة جدا ميدو أريد منكم تنقيطا وعلامة لرامي بن سبعيني منذ بداية الموسم إلى غاية الآن بعد 8 مباريات ما هي العلمة التي تمنحها لرامي بن سبعيني كان 8 مقابلات نعم نقول 7 ونص 7 ونص على 10 7 7 7 7 7 7 يعني أداء مقبول لحد الآن رامي بن سبعيني تريد أن توضيف شيء مهمت بحكم معرفتي للكورة الألمانية الصحافة الألمانية وجريدة بيلد بالتخصيص نعم هم في كل مرة اللاعبين الكبار يتعلادون إلى أشياء ممثلة في بداية لعبهم في الفرق الكبيرة لدفعك على تقديم أفضل مستوية نعم ريبيري رأيناه حتى ربان صديوماني صديوماني تعرض لكي يدفعوك خاصة في بداية الموسم صديوماني بن سبعيني لم يدفعوا لي تقديم الأفضل لما دفعوا لي الرحيل والقرص صديوماني قالوا تريد أن أعطيك تصريح وأنت تقصفني منذ بداية الموسم ولكن أفضلية رامي بن سبعيني هو لعبه في ألمانيا يتكلم اللغة الألمانية ويعرف العقلية ألمانيا نعود إلى كلاسيكر ألمانيا الحدث في البندس ليجا هو بوريسيا دورتموند باير مينيخة المقابلة الكبيرة والمثيرة والمنتظرة أقوى لقاء في ألمانيا غدا بحول الله بداية من الساعة السادسة والنصف أعطينا التشكيلتين المحتملتين ونبدأ بالفريق المضيف نادي بوريسيا دورتموند هذه تشكيلة الباير خطة 4-2-3-1 يظهر بأنه بن سبعيني سيكون على الجهة اليسرى شولتل برق أو في محور الدفاع رفقة هوملز رييرسون على الجهة اليمنى في وسط الميدان نعم تفضل ميدان جوليان برانت على الجهة اليمنى مالين على الجهة اليسرى مارك ورويس وفولك روغ فولك روغ هو مهاجم كان الموش الماضي في نادي فلدر برمان وهو دولي ألماني فولك بير ولو أنه لما تشوف شوف على الورقة لعبين لمعروفين ونجوم مقارنة بما كان يمتلكه بوريسيا دورتموند من قبل تحس بليكين فارق شوف مع هذا ربما رويس إمريك شاند هوملز وإحنا كجزائريين بن سبعيني هذو ملاعبين ربما المعروفين أكتر وحتى لأداءهم منذ بداية الموسم تابت ماركو رويس إمريك شاند أساسي دائما هوملز كثير الأخطاء في محور الدفاع رفقة شلوتر بير المدافع المحواري يتناوب هو ونيكولاس شولو القادم من باير مونيخ على المحور في كل مرة مالين مراهوش مراهوش كما يقول احنا بالعالمية حاجة كبيرة جوليان برانت جناح جيد وجيد جدا على الجال يسرى مع هذا ذلك ما عندهمش لعبين في مستوى عالي وعالي جدا نبكر بأنه الباير في المركز ثاني بـ 23 نقطة وبوريسيا دورتموند في المركز الرابع بـ 21 نقطة كيف ترى هذه المواجهة قاسية ومن ترشح الفوز بها كما جرت العادة ستكون مقابلة قوية هذا كلاسيكو تاعمال مانيا نعم كلاسيكو ستكون مقابلة قوية باير مينيخ لم يخسر أمام دورتموند في آخر عشر مواجهات تسع انتصالات وتعادل واحد فقط ولو شوف باير ما هوش باير تاعمال موسم اللي فات يعني هذا الموسم هذا تقريب من يعني البداية تعوى لهم هوش المرتبة اللولة ولكن عنده تسع مقابلات سبعة نتائج إيجابية تنين تعادل سفر هزيمة يعني من قلوب البداية موفقة المقابلة ستكون صعبة ما بين باير ودورتموند كما جرت العداء ولكن مرشح حناية باير رغم أن خسرته أمام في كاس ألمانيا يمكن تغير تغير الأمور نعم مطلنا تشكيلة باير المينيخ المحتملة لنهاري الغد سنحاول أن نكتشفها سويا إذن باير المينيخ أيضا بخطة أربعة اثنين ثلاثة واحد مهمة البيان ستكون معقدة لعدة أسباب أبرزها غياب كيميخ بسبب الإقاف لن يكون في تشكيلة غياب ديليخت بسبب الإصابة أوباميكانو وغوريتسكا غير جاهزين بنسبة 100% رغم أنهما متواجدان في التشكيلة المحتملة نهيك على أن المباراة ستكون في ملعب سيجنال إيدونا بارك هذه الأمور ستصعب من مهمة البيان الذي سيلعب الذي عاد إلى التدريبات بعد الحظر الذي فرض عليه ديفيس على الجهة اليسرى أوباميكانو وكيم في وسط الدفاع كيم القادم من نادي ناپولي قدم موسم كبير العام الماضي ليمار وعطينا تشكيلة من فضلك يا عادل ليمار وغوريتسكا في وسط الميدان الدفاعي جمال موسيال خرف هاري كين الذي قال بأن المباراة ستكون صعبة للغاية لكنني متعود على هذه الدربيات وهذه المباراة المباراة الكبيرة صانع الجهة اليمنى وكومان على الجهة اليسرى عامين على الورق باير مونيخ أحسن من حد جودة اللاعبين حتى البنك الاحتياط محمد ممكن المباراة الأخيرة التي لعبها الباير حتى وإن باللعبين الاحتياطيين خسر بسيناريو غير متوقع إشكوكي إن صح القول ممكن تؤثر أقول ولكن يبقى فريق الباير فريق يلعب على التحولة محمد الخط الهجومي تلاتي الهجوم